قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سليفان أن إسرائيل تدعم مقترح وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة وأن الهدف هو سد الفجوة مع حركة حماس والتوصل إلى اتفاق من جهتها قالت المقاومة الفلسطينية أن التعديلات التي طلبت إجراؤها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمت الولايات المتحدة ليست كبيرة وتشمل انسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة أعمال القطاع وإضافة عبارة ثلاث مراحل متصلة ومترابطة الوقف الحربي على قطاع غزة